السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبتي في الله وطيبتم وطبما مشاكم وتبوات من الجنة مقعدا في سورة الشورى الآية رقم خمسين قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يفهم الكثير معنى يزوجهم أن ينكحهم وهذا خطأ يزوجهم أن يهبوا الله سبحانه وتعالى من يشاء أولادا منوعين إناث وذكور هذا هو القصد من يزوجهم انتبهوا أحبتي لأنه قبلها قال تعالى يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور يعني في ناس راح ممكن تأتيهم ذرية إناث فقط وفي ناس راح تأتيهم ذرية ذكور فقط وهؤلاء أو يزوجهم يعطيهم الله سبحانه وتعالى إناث وذكور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته